للمرة الأولى تظهر السلطات الليبية أن الروسيين مكسيم شوغالي وسامير سيفان كان يعملان مع شركة فاغنر للتعهدات الأمنية التي يديرها رجل الأعمال المقرب من الكريملين يفغيني بريغوجين وكان جزءا من جهود روسية لمساعدة روسيا في تأمين قاعدة عسكرية في ليبيا وفي حالة عدم تحقيق هذا منع الأمريكيين من الحصول على واحدة الرجلان اعتقلا في العاصمة طرابلس في شهر أيار مايو من عام 2019 وهما في السجن منذ ذلك الوقت ولم يتم تحويلهما إلى المحكمة بعد لكي توجه إليهما التهم بشكل رسمي وتتهم النيابة العامة الرجلين بالتجسس ومحاولة التأثير على الانتخابات الليبية في المستقبل بناء على أوامر بريغوجين الذي يدير شركة التعهدات الأمنية والمتهمة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وعدد من الدول الأفريقية وهي اتهامات ينفيها وتتهم النيابة الليبية العاملين الروسيين بالمراهنة على مرشحين حال تبين أنهم سيفوزون ونشر فريق لدعم حفتر في الشرق وكشف موقع بلومبيرغ أن المعتقلين الروسيين التقيا بسيف الإسلام القذافي لمساعدته في التخطيط لحملة انتخابه وتفيد المؤسسة التي كلفت الرجلين بالمهمة وهي مؤسسة الدفاع عن القيم الوطنية في موسكو بأنهما التقيا مع القذافي كجزء من البحث الذي كان يجريانه حول الساسة في ليبيا ونفت المؤسسة أن يكون قد سافر إلى ليبيا بنية التدخل في الانتخابات هناك ويدير المركز أليكساندر مالكي فيتش الذي يعد جزءا من الجماعة الإعلامية المرتبطة ببريغوجين واستهدفته العقوبات الأمريكية بسبب مزاعم تورطه بالتدخل في الانتخابات الأمريكية